نرجع تاني نروح بقى للصدر يعني اذا ان احنا عرفنا ان الرئيس السادات لا كشف خطة الحرب ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال او الكلام الكاره اللي بيتقال والقصة المرواجة طول الوقت اللي بيستخدمها يعني بعض الكارهين او بعض يعني الباحثين يعني عن اي طعن باي شكل في حرب اكتوبر او في الرئيس السادات نروح بقى لموضوع الصغر يعني ايه صغرة صغرة يعني فتحة صغيرة مش كده طبعا مين اللي اطلق تعبير الصغرة ما عرفش بس ربما يكون النفس اللي اطلق تعبير النكس ايه الصغرة دي وايه قصتها وايه اللي حصلت قبل ما اقولك ايه اللي حصلت وغالبا انت هتسمع اطرافا منها قبل كده اكيد يعني عايز اقولك ان مصر يوم 6 اكتوبر عملت 60 صغرة في الجيش الاسرائيلي وفي قيود وفي قواعد الجيش الاسرائيلي خطبا ليه في السادات الترابي عملت 60 صغرة فتحة وسط يعني التكتل ده كله صغرة ها صغرة كبيرة 60 صغرة بالصغرة واحدة زي اللي اسرائيل عملتها 60 صغرة في السادات الترابي 8 صغرات عمل ورؤوس كباري ثقيلة يعني اختراق كامل 8 مش واحدة وعملنا 31 معدية عدوا في كل الصغرات دي يبقى مصر قبل بس ما توقع نفتح سدرينا ونوقع نتكلم كأننا مش عارف ايه واصل الصغرة واصل وبالمناسبة الصحافة الغربية وقتها ويه المناهج التعليم في الغرب دلوقتي وفي الجامعات حتى بيتعاملوا على انه 6 اكتوبر تعادل واحد واحد وبيتعاملوا على انه الصغرة دي حاجة عظيمة رهيبة وانتصار اسرائيلي اسرائيلية كتلهم كده وهم ما صدقوا الرواية الاسرائيلية لغاية 73 كانوا يصدقوا الرواية الاسرائيلية وبعدها كمان قال لانا بس مندهش له انه زال المصريين نفسهم من بعض المصريين يعني بعض ابناء مارك اسمه ايه كروسبيرج ولا اسمه ايه زوجبيرج ابناء مارك يعني بيصدقين الرواية الاسرائيلية بيش عايزين يصدقوا الحقيقة وبيتعابلوا مع الصغرة وكأنه أصل النصر ده مش نصر كبير أصل دي الصغرة أصل مش عارف يعني حاجات من النوع ده اللي برضه تزهل يعني انت شايف وطنك وعيوبه الكثيرة لكن انت جاي تحسبه على أعظم ما فعله وتعتبر انه كان فيه صغرة طب حصل ايه في الصغرة اتسدت ولا لأ وإيه الصغرة وصل 60 صغرة انت عميلها ماشي خلينا نروح برضه ونقف بس في لحظة واحدة عند سعد الدين الشازلي انقل منه رئيس أركان الجيش المصري انقل منه عدد الزباط والجنود اللي عبروا قناة السويس اشترك في عملية العبور 100 ألف رجل 32 ألف في قوارب مططي ألف في دبابات ومركبات بر مائية عبر المسطحات المائية في البحيرات المرة وبحيرة التمساح 4500 فوق المعديات 1500 فوق الكبار الخفيفة 61 ألف فوق الكبار السقيلة عبرت القناة 1020 دبابة و13500 مركبة ده كله المفروض بقى بقى بإسرائيل بتضرب بالطيران وبالسواريخ وبالسلاح فإذا بيك بتعبر بالمئة ألف بالشكل ده وتعمل انتصار ساحق ماحق 6 و7 و8 و9 اكتوبر لدرجة إنك من يوم 9 اكتوبر مش عاف تعمل إيه الخطة تنفذت الخطة اللي كان موضوع لها 12 يوم تنفذت في تأتيات تنفذت